الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم والله أنا معجب بمتابعتكم لهذه الحصة وبعض المرات يعني بعض الناس إذا التقيت بهم في الطريق يتلجون صدري بأنهم يتابعون هذا البرنامج فأبشيروا والله أنتم في طاعة الله عز وجل أنت جالس الآن أمام التلفاز تتابع قناة الأنيس تتعلم دينك قد أراد الله بك خير قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين بعض الناس الآن ربما أمام التلفاز يقلم في القنوات الإباحية وأنت اصطفاك الله تتابع هذه الحصة تتعلم دينك تريد أن تعبد الله على بصيرة تتفقى في أهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة ربما رجلس معك الوليد تاعك والوالد إذا كان كلام ما فهموش فيما بعد وضحها لهم هذه فرصة عظيمة جدا الآن المتابعين كاين يرى يفهم كلش ماشاء الله مئة بالمئة كاين يرى يفهم سبعين بالمئة كاين يفهم خمسين بالمئة كلكم على خير هم القوم لا يشقج يلسهم أنتم في رياض الجنة أنتم الآن في طاعة عظيمة جدا اليوم إن شاء الله سأتكلم على موضوع الصفوف وأحكامها ولكن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع الإمامة أنبئ على خطأ يقع فيه بعض المأمومين نتكرنا بعض أخطاء الآئمة بعض أخطاء المأمومين مسابقة الإمام بعض المأمومين هداهم الله يسابقون الإمام ربما يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام فصلاته باطلة بعض الناس يركع قبل أن يركع الإمام بمجرد ما يقول الإمام الله أكبر والإمام لم ينحني للركوع يركع وربما يسجد قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض الأمر خطير الأصل في المأموم أن فعله يأتي بعد فعل الإمام مباشرة لاحظ معي ما تسبكش الإمام وما توافقهش ما يكونش الفعل تاعك معاه مباشرة لكن فعلك بعد فعله مباشرة إذا كبر فكبروا إذا أمن فأمنوا فالتعقيب إذا ركع فاركعوا إذا سجد فسجدوا مباشرة وبعض الناس اللي يطول الإمام قال سمع الله لمن حمده هو ما زال ركع الإمام رافع من السجدة هو ما زال شجد إذا احذر لا تسابق الإمام ولا توافقه ولا تتأخر عنه واسمعوا هذا الحديث في شأن الذي يسابق الإمام وعيد شديد يقول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار قال هذا ليس بق الإمام ربي يمسخ له لوجه تاعه يقول للرأس تاعه رأس حمار والعياذ بالله كذلك من أخطاء بعض المأمومين أنهم يقرؤون في الصلاة الجهرية مع الإمام فالصلاة الجهرية نسمع للإمام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بعض المأمومين يقرأ مع الإمام حتى يخلط الإمام هذا خطأ نبدأ في موضوع الصفوف وأحكامها الصفوف وما أدرك ما الصفوف الأصل في المسلم إذا صلى مع الإمام تخيلوا زوج بغي يصله جماعة أنت بغي تصلي معا ولدك في البيت جماعة زوج مسافرين بغي يصله جماعة إذا صلق واحد مع الإمام فإنه يصف بجانبه كي تصلق أنت والإمام تصف بجانبه عن يمينه على اليمين تعه فإذا صليت مع الإمام أنت مزوج تصف عن يمينه لهذا ابن عباس رضي الله عنه في مرة من المرات صلى قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل وقام الصلاة ابدا يصلي فجاء ابن عباس فصف عن يصاره فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من حلمة أذنه وأقامه عن يمينه فإذا صليت مع الإمام زوج صلى المأموم يجي على يمين الإمام إذا صلى اثنان مع الإمام يعني جماعة واحد إمام وصلى معه زوج لا يصفون عن يمينه وعن يصاره ما يجيش واحد على اليمين والآخر عن اليسار بل يصفاني وراءه فإذا صلى اثنان مع الإمام يصفاني وراءه يكونوا من مراه ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام ما يجوز للمأموم يتقدم على الإمام إذا كان المسجد مكتب دخلت للمسجد مكتب يجوز لك أن تصف بجنب الإمام دخلت للمسجد المسجد معمر يجوز لك دير صف بجانب الإمام هذه حالة فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان مريض وصلى أبو بكر بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة فأبو بكر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم بغي تأخر استأخر أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه قالها قعد مكانك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصف بجنب أبي بكر أبو بكر هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم صف بجنبه لأن المسجد كان ممتلئ المرأة إذا صلت مع الإمام النساء إذا صلوا فإنهم يصلين الوراء يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يصل وراءه الصحابة الرجال وفي آخر المسجد يصل النساء ولهذا قال الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ فالمرأة إذا صلت وراء إمام رجل تصفه وكان معه رجال في آخر المسجد الصبيان أين يصف الصبيان الصبيان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصفون في آخر المسجد في آخر المسجد لكن لو أن صابي مميز بكر إلى المسجد وجاء إلى الصف الأول ما نحربوش من الصف الأول كما يفعل بعض الناس هداهم والله مميز وعاقل ما شاء الله واجلس هو الأسبق ما دام هو بكر فهو الأحق بذلك المكان لكن احنا بعض مرات واش نديرو ننهرهم ونزرهم وهذا خطأ وفي المقابل بعض كبار السن ما شاء الله يبكروا بصح ما يقدموش للصف الأول وهذا خطأ سؤال الصبي المميز هل يقطع الصف؟ يعني بعض المرات كي يجيب معه ولده ويكون مميز المميز لا يقطع الصف الآن الكلام على الصبي غير المميز صابي عندها ثلاث سنين ربع سنين احنا نقوله للأباء ما تجيبوش أبنائكم الصغار غير المميزين ما ليش نقصد سبع سنين ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين ما تجيباش للمسجد لأنه غير يشوش لكن لو قدر الله كان الأب عند الطبيب مع ابنه وأدركه وقت الصلاة ودخله معاه المسجد وجعله بجنبه درحده وهذا الصبي لا يعبت فإنه بإذن الله لا يقطع الصلاة على هذا المبدأ في مبحث الصفوف ما هو خير الصفوف؟ من البداية كلكم تعرفوه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أفضل صفوف الرجال هو أول الصفوف وآخر صفوف الرجال هو آخرها لما؟ لما أن هذا تأخر لازال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله كذلك شر صفوف الرجال آخرها لأنه كانوا يصلون وراءهم النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا الرجال وفي آخر المسجد النساء فآخر صفوف الرجال آخرها لأنهم قراب للنساء قراب للفتنة أقرب للإختلاط وشر صفوف النساء أولها علاش؟ لأنهم قراب للرجال وخير صفوف النساء آخرها لأنهم أبعد عن الرجال شوفوا الدين كيفاش يحرص على عدم الإختلاط حتى في المسجد حتى في وقت أداء الصلاة بالطبع هذا لما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان لكن الآن النساء يصلوا في الأعلى في مكان منفصل نساء يصلوا الفوق فنقولوا خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال كما أن خير صفوف الرجال أولها خير صفوف النساء أولها لأن العلة زالت الصف الأول يا إخواني فيه فضل عظيم كما يقولون بعض الناس يبكروا المسجد ما شاء الله بسحي خلي الصف الأول خاوي فارغ وفي المقابل بعض الناس هداهم الله عمرك ما تشوفه في الصف الأول فلي ربي وفقه بكر الصف الأول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لا يستهموا عليه يعني يكون يجوج معاق ويقول الصف الأول ممتلع وما كاشو أحد تقدم على الآخر يديروا بيناتهم القرعة من يلي الإمام شكون ليصلي وراء الإمام الأصل أن الذي يصف وراء الإمام هم أولو النها والأحلام هادو هما ليصفوا وراء إمام ناس لحظين القرآن الكريم ناس ليعرفوا طريقة ترقيع الصلاة فالأصل أن الذي يأتي وراء الإمام هم أولو النها والأحلام قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو النها والأحلام من أحكام الصفوف أنه ينبغي إتمام الصفوف ما معنى هذا الكلام يعني كين ديروا صف من ديروا الصف جديد حتى نكملوا الصف الأول لا نشرع في صف حتى نتم الصف الذي قبله بعض الناس وش يدير ربما يجي متأخر مسبوق والصف الآخير ما زال ممتلأش ويدير صف وحده هذا خطأ يقول صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف الأول فالأول فلا تشرع في صف حتى تكمل الصف الذي قبله وهذا هو طريقة وهذه هي طريقة الملائكة الملائكة كيف يصفون عند الله والصفات صف كيف يصفون قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها كيف يصفون يصفون يتمون الصف الأول فالأول ما يبدو الصف حتى يكمل الصف الذي قبله من أحكام الصفوف أنه ينبغي تسوية الصفوف اسمعوا لي الإمام قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام إلي قد يشوف الصف إلي قد تكون الصفوف مستوية ما يكونش ظاهر ما يكونش واحد متأخر تكون الصفوف مستوية والعبرة مشي بالقدم لأنه كان لي يعني القدم تاعه 38 وكان لي 45 العبرة بالمنكب والقدم كان الصحابة يلزقون المنكب بالمنكب يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه وللأسف بعض الناس يتكبر كي يدين له القدم عند القدم ما يهبش وربما تأخده العزق ما عليش احنا غيب اللتي يا أحسن لينوا بأيدي إخوانكم سحنعلموا الناس سنة فالإمام ما يتكبرش تكبيرة الإحرام حتى يرعي هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الصلاة ما تكونش كاملة حتى تستوي الصفوف وانظروا إلى فائدة تسوية الصفوف إذا سونا الصفوف تعنا ستزداد المحبة وتزداد القلبة عفوا وتزداد وتتقارب القلوب إذا تقاربت الأبدان ستتقارب القلوب وسيقع الاجتماع إذا ما سوناش الصفوف سيحدث الاختلاف قال صلى الله عليه وسلم لتسونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم ووالله هذا رأي نشوفه في المساجد لما ما حققناش تسوية الصفوف تقى الناس في المسجد متفارقين ومختصمين هذه من أحكام الصفوف أختم هذه الكلمة بذكر بعض المسائل على عجالة لا يجوز الصف بين السواري كره أهل العلم من ديرو الصف بين السواري كي تصلي لوحدك صلي بين السواري الإمام يصلي بين السواري جائز أما أننا نحن المأمومون من ديرو صف بين السواري هذا كرهه أهل العلم قال أنس رضي الله عنه كنا نضطرد بين الصفوف طردر لكن إذا المسجد امتلأ كما يوم الجمعة في صلاة التراويح ولفصلاة المغرب والعيشة إذا امتلأ المسجد يجوزنا نصطف بين السواري المنفرد ما يجوز للإنسان يدير صف وحده كي بعض الناس يجي كي بعض الناس يكون خاصم أهل المسجد وش يدير؟ يصلي وحده في آخر المسجد هذا صلاته باطلة النبي صعص المرأة رجل صلى منفرد خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة طيب لو أن إنسان جاوق الصف الأخير ممتلئ لما جاق الصف التالي معمر هل يجوز له أن يصف منفردا؟ نعم هذا معذور إذا جيت وقيت الصف الأخير ممتلئ يجوز لك تصف منفرد فأنت معذور أما الصف الأخير ما زال فيه مكان وجين تدير الصف وحدك إذا فعلت هذا فإن صلاتك تكون باطلة على قول المحققين من أهل العلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإيكم بهذه الكلمات شكر الله لكم حسن إنصاتكم وصبركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر